مشهد التظاهرات الناقمة لموظفي القطاع العام بات امرا مألوفا في معظم مدن وبلدات الاقليم لكن امتدادها الى اربيل العاصمة للمرة الاولى وبهذه النبرة الصاخطة يحمل الكثير من الدلالات السلبية وربما المزيد من التحولات في الاقليم على المدى القريب التظاهرات الناقمة اندلعت بعيد اعلان حكومة الاقليم عن ان الاموال التي ارسلتها السلطات الاتحادية الى اربيل تمثل فقط نصف المبالغ اللازمة لدفع رواتب الموظفين بالكامل نحن في الحكومة المحلية باربيل نؤيد مطالب هؤلاء المتظاهرين العادلة والمشروعة فهم يؤدون وظائفهم باخلاص لكن حكومة الاقليم تهضم حقوقهم وهذه التظاهرات هي لممارسة الضغوط على الحكومة لتذعن لمطالبهم وان لا فان المواطنين سيتبعون الاسلوب الذي يرونه مناسبا التظاهرات ترافقت هذه المرة مع اضراب شامل عن العمل للاطباء ومنتسبي قطاعي الصحة والتربية سنواصل اضرابنا المدني حتى تصرف الحكومة رواتبنا بالكامل ومعها كل المبالغ التي استقطعت مننا خلال السنوات الماضية فنحمل حكومتي بغداد واربيل مسئولية ما يحصل لانهما تنفذان اجندات تركية وايرانية في الاقيم اعمل مدرسا منذ اربعة وثلاثين عاما الاوضاع المعيشية القاسية اجبرتني على العمل باجور يومية لان راتبي الذي اتقضاه مرة كل شهرين او ثلاثة لا يلبي ابسط متطلبات المعيشة وسنواصل الاضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبين اما رد الفعل من قبل الشرطة فقد كان عنيفا واستخدمت الغازات المسيلة للدموع ما اسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين بجراح رسالة هؤلاء المضربين والمتظاهرين الموجهة الى السلطات توحي بان صبرهم قد نفذ وان تظاهراتهم قد لا تستمر سلمية اذا وصلت السلطات تجاهل مطالبهم هيو عزيز سكاينيوز عربية اربيل